اشتركوا في القناة إلى يوم الدين وبعض فإن النساء شقائق ججال إلى جانب الرجل طبيبة ومعلمة وشريكة حياة أما وأختا وزوجا وبنتا وخالة وعمة وزميلة وصانعة وكاتبة ومثقفة ومثقفة وعندما تحدث القرآن الكريم عن طرفي المعادلة في الجنس البشري وهم الرجل والمرأة قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا عبكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والآحام إن الله كان عليكم عقيبا ويقول سبحانه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ويقول سبحانه وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فالرجل والمرأة من نفس واحدة في أصل الخلقة وكل منهما مكمل لصاحبه والمرأة زوج للرجل والرجل زوج للمرأة والقرآن الكعيم لم يستخدم لفظ زوج على الإطلاق وإنما استخدم لفظ الزوج للتكافؤ اللغوي ليكون معادلا لغويا للتكافؤ الموضوعي ويقول سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعرف ويقول سبحانه للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وتحدث المتنبي فقال في عثاء أم سيف الدولة فلو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخور للهلال فلا الرجل يكتسب ميزة بمجرد جنسه ولا المعارقة تكتسب ميزة بمجرد جنسها إن أكامكم عند الله أتقاكم والعبع بما يقدمه كل إنسان لخدمة دينه ووطنه ومجتمعه والإنسانية والمعارقة إما أن تكون زوجا وإما أن تكون أما وإما أن تكون أختا أو بنتا أو زميلة والإسلام وصى بكل هؤلاء أما الأم فما كانتها عظيمة معروفة عندما سأل أحد الناس نبينا صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتها صلى الله بدأ بالأم قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ويقول سبحانه وقضى أبك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغير ولا سيم الأم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الناس ألك أم قال نعم قال إلزم قدميها فسمى الجنة وجاء أحد الناس يقول يا رسول الله إني أصبت زنبا وأريد أن أحدس له توبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أم قال لا قال ألك خالة قال نعم قال برها فبر الأم بر الخالة بر البنات بر الأخوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات من أدبهن وعلمهن وأحسن إليهن كن سترا له من النار يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم بنتان أو أختان من علمهما وأدبهما وأحسن إليهما كن سترا له من النار يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة ولما كان أحد الناس يجلس إلى جانب سيدنا عصول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد الناس يجلس إلى جانبه فجاء ابنه فأخذه وقبله ووضعه على فخذه ثم جاءت ابنته فأخذها وقبلها وجعلها إلى جانبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عدلت بينهما كما أجلست الولد على فخذك الأيمن كان عليك أن تجلس أخته على فخذك الأيصر فالإسلام أقام المرأة أيما إقام ونؤكد من الظل الشديد منع المرأة حقها من الميراث أو بخسها إياه أو الجوع عليها فيه أو ظلمها بأي وجه من أوجه الظلم مع التأكيد على أن النص الشريف للذكر مصنحظ الأنسيين مرتبط بهذه الحالة من الميراث وهناك حالات أخرى متعددة تؤدى كما في كتاب الله لكنه لا ينطبق لا على المطعم ولا على الملبس ولا على الكساء ولا على المسكن فلا يجوز لك أن تؤسى الولد على البد لا في الطعام ولا في الشراب ولا في التعليم ولا في سائر جوانب الحياة أما الميراث فله حكم تحتاج إلى حقة خاصة نقف فيه عند حدود الله عز وجل وهو الخبير بعباده وبتوزيع الأنصبة عليهم لكن نؤكد حسن المعاملة والتسوية بين الأبناء والبنات في الإطعام في الملبس في المسكن في النفقة وإعطاء الماء حقها كاملا غير منقوص وفق شائع الله في مراسها الذي قسمه الله لها فمن منع وارسا حقه منعه الله جنته يوم القيامة في إطار هذه السلسلة المتميزة سلسلة رؤية للفكر المستنير يأتي هذا الكتاب المتميز نساء على عرش مصر يبين أن دور المرأة تاريخيا وفي مسيرة الإنسانية لم يكن أبدا هامشيا إنما كان دورا مهما وأصيلا وفاعلا في حركة الحياة ويوضح أن النساء شقائق الرجال وشركاءهن في بناء الأسعة وبناء الدولة وصنع الحضارة ويبرز على وجه الخصوص عظمة الحضارة المصرية وإيمانها بالمرأة وتقديرها لها عبر العصور المختلفة من خلال النمازج المشرفة والأدوار الرائدة التي عرضها الكتاب للمرأة المصرية في خدمة الوطن وقد أكد مؤلف الكتاب الزميل العزيز الدكتور منضوح الضماطي عناية التاريخ والدولة المصرية عبر تاريخها الطويل بالمرأة ومكانتها ومدى ما حظيت به في المجتمع المصري القديم فمصر كانت أول من كرم المرأة وحافظ لها مكانتها وكان الحكماء في مصر القديمة ينصحون أولادهم بذلك نأخذ نصين من هذه النصوص أحدهم ينصح ابنه يا ولدي إن كنت عاقلا فأسس لنفسك بيتا وأحب زوجتك من قلبك إصرح صداها وإياك أن تقصو عليها فإن القسوة خواب للبيت الذي أسسته فهو بيت حياتك لقد اخترتها أمام الله فأنت مسؤول عنها أمامه وفي وصية أخرى إذا أردت رضى الله فأحب شريكة حياتك اعتني بها تعتني ببيتك وطرعاه قربها من قلبك فقد جعلها الرب تؤمن روحك إذا أسعدتها أسعدت بيتك وإذا أسعدت بيتك أسعدت نفسك زودها بكسوتها ووسائل زينتها وظهورها المفضلة فكل ذلك سينعكس على سعادتك وسعادة بيتك وأبنائك وفي نص آخر عن مكانة الأم في أسق حضارتنا المصير القديمة يقول الأم هبة الإله ضاعف لها العطاء فقد أعطتك كل حنانها ضاعف لها الغذاء فقد غزتك من عصارة جسدها احملها في شيخوختها فقد حملتك في طفولتك اذكرها دائما في صلاتك ودعائك للإله العظيم فكلما تذكرتها تذكرتك وبذلك ترد الإله فرض الإله يأتي من رضائها عنك هذه ثقافتنا وهذه حضارتنا قديما وحديثا نسأل الله أن يزقنا حسن الفحب وأن يؤلف بين قلوبنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر